تحدث مدير ديوان الرئاسة الأوكرانية أندري إرماك خلال مقابلة مع موقع أر بي كي أوكرين عن مخاطر حدوث تصعيد روسي كبير مع بداية الشهر القادم وشدد على أن كييف تمكنت من حشد دعم وتضامن غير مسبوقين من قبل الشركاء الدوليين عبر تحديث ميثاق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشراكة الدفاعية مع بريطانيا وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وقيادة النيتو حذرت في وقت سابق روسيا من مغبة القيام بعدوان جديد ضد أوكرانيا أهدفنا الرئيس هو إنهاء الحرب وإعادة السكان والأراضي بناء على المصالح الوطنية لأوكرانيا تصريحات الدعم والتضامن التي نسمعها من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة غير مسبوقة وهم لا يتحدثون فقط بل هم مستعدون حقا لفعل الكثير لو لاحت لأحد فكرة مجنونة للقيام بالتصعيد في الدنباس أو في مكان آخر قال رئيس مركز استراتيجيات الدفاع في أوكرانيا أندريل زاگارد نيوك إن مواصلة روسيا تعزيز وجودها العسكري بالقرب من الحدود الأوكرانية لا يعني غزوا واسع نطاق وأضاف أن الكريملين يقوم بحملة إعلامية واسعة لتأثير على واشنطن وأن حجد القوات والتهديد بالحرب تعد من أدوات الضغط على الولايات المتحدة وأكد أن افتعال أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا ولتوانيا إضافة إلى افتعال بوتن لأزمة الطاقة في أوروبا ليس سوى جزءا من استراتيجية الكريملين عملية عسكرية واسعة نطاق تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة والطيران والعربات المدرعة بأعداد كبيرة هذه هي السيناريوهات التي ذكرتها تقارير الصحف الأمريكية وهي واقعية إذا ما قسناها بأسليب الحرب الهجينة هناك مشكلة مع بيلاروس أيضا حيث من الممكن أن تشكل قاعدة لشني هجمات إلكترونية اشتركوا في القناة